بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا حول تطبيق قوانين التقاعد دون أي مهلة تود الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تؤكد بأن الهيئة ملتزمة بما تم التوافق عليه مع السلطة التشريعية بشأن عدم سريان أحكام القانونين إلا بعد مضي سنة واحدة من تاريخ نفاذهما وذلك في المدة السابعة من كل من القانون رقم 13 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافأة التقاعد لموظفي الحكومة والقانون رقم 14 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بشأن عدم سريان الأحكام المستبدلة المنصوص عليها في القانون على الموظف المؤهل لاستحقاق المعاش عند نفاذ أحكام هذا القانون إلا بعد مضي سنة واحدة من تاريخ نفاذه بمعنى أن المؤهلين للتقاعد عند صدور القانون يمكنهم التقاعد خلال سنة من تاريخ النفاذ الذي ينتهي بتاريخ التاسع عشر من أبريل 2023 أو موصلة العمل حسب اختيارهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر